موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين الميادين تدخل ورشة مجموعة التكنولوجيات الالكترونية الروسية قاطرة الصناعات العسكرية الاستراتيجية في لبنان تنزلات الاسعار في ذروة الموسم تحرك ركود الاسواق قبيل عيد الميلاد اهلا بكم اعتمدت السعودية موازنة عام 2017 بعيز جديد يبلغ نحو 52 مليار و800 مليون دولار وتبلغ معدلات الانفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة نحو 237 مليار و200 مليون دولار بينما تبلغ قيمة الارادات المتوقعة 184 مليار و400 مليون دولار مجموعة التكنولوجيات الالكترونية التي يطلق عليها اختصار نيكريت تعد القطرة التي تجر قطار الصناعات الالكترونية في روسيا المجموعة تضم 76 مؤسسة منتجرة في مختلف ارجاء البلاد الميادين اول قناة اجنبية تدخل ورش هذه المجموعة الاستراتيجية المغلقة سلام العبيد لا توجد طائرة روسية او سوفيتية في العالم سواء اكانت مدنية ام عسكرية لا تستخدم اجهزة القياس التي تصنع في شركة تيخ بريبور المساهمة في هذه المؤسسة وعلى مدى ثلاثة ارباع قرن تصنع مختلف انواع الاجهزة القياسية كاجهزة قياس مستوى الوقود في الخزانات وقوة اهتزاز الاجسام الطائرة وشدة ضغط الماء على الاجسام المغمورة لعل قلة يعرفون ان جهاز قياس الوقود في خزان وقود الطائرة او المروحية او الصاروخ او اي الية معقدة يحظى باهمية استثنائية تؤثر بشكل مباشر في متانة الالية ومدد خدمتها وامانها يمكنك ان ترى هنا نظاما للوقود فريدا من نوعه نحن نصع هذا النظام بطلب من مؤسسة ايركوت لصناعة الطائرات العسكرية كالسخوي وغيرها ان تجهين مرحلة الاختبار النهائي التي اظهر التفوق هذا النظام على الانظمة الاجنبية المماثلة في معظم المؤشرات لسيما الكفاءة والمتانة ومدة الخدمة واقتصاد الوقود هذا النظام الذي ترونه امامكم مخصص لطائرة ام اس 21 التي تضاهي في مواصفاتها طائرة ايرباس 320 الاوروبية وبوينج 737 الامريكية روسيا التي كانت على مدى عقود رائدة في صناعة الطائرات والمروحيات والصواريخ تستعيد في السنوات الاخيرة مكانتها في اسواق التقنيات والتكنولوجيات المتطورة بعد تراجع وركود في تسعينيات القرن الماضي تشتهر مؤسستنا باختراعات فريدة على سبيل المثال تتميز انظمة الوقود التي نصنعها بالقدرة على ضخ الوقود من خزان الى اخر للحفاظ على توازن الطائرة في الجو اذا استهلك الوقود بشكل غير منتظم في الخزانات كذلك لدى انظمتنا القدرة على ضخ الوقود الى محرك الطائرة بشكل سيابي حتى اذا تعطلت المدخة في هذه البؤسسة يفهمون ان المنافسة على الاسواق حادة للغاية وتتطلب حنكة وبراعة لاستقطاب الزبان اما المعادلة التي تكسب المنافسة فهي تلك التي تحقق علاقة مثلى بين الجودة والثمان والصيانة الكثير من الاجهزة العسكرية التي تستخدم في الطائرات الروسية التي تقاتل في سوريا تنتج في هذه المؤسسة التي يطلق عليها تيخ بريبور سلام العبيدي من مؤسسة تيخ بريبور في بطرسبورغ الميادين اقرت الحكومة اليابانية موازنة قياسية للعام المالي المقبل بلغت قيمتها 830 مليار دولار في ظل تجاوز اجمالي الدين العام لثالث اكبر اقتصاد في العالم ضعف نتيجه المحلي الموازنة الجديدة لليابان تلحظ ارتفاعا في الانفاق العسكري في ظل تهديدات نووية وصاروخية تمثلها كوريا الشمالية واستمرار تنامي القدرات العسكرية للصين ومن شأن هذه الموازنة اضافة المزيد من الصعوبات امام جهود اصلاح الوضع المالي لليابان وضعنا لمسات الاخيرة على الموازنة التكملية لعام 2016 وكذلك الميزانية العامة ل2017 كما اتفقنا على الخطوط العريضة للاصلاح الضريبي للعام المقبل في خطوة من شأنها تعقيد العلاقات الامريكية الصينية عين الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الخبير الاقتصادي المعروف بمواقفه المتشددة من بكين بيتر نافارو رئيسا للمجلس الوطني للتجارة الذي انشئ حديثا في البيت الابيض الفريق الانتقالي في الرئاسة الامريكية قال في بيان الله ان انشاء المجلس الوطني للتجارة يظهر تصميم الرئيس المنتخب على جعل قطاع التصنيع الامريكي عملاقا مرة اخرى وعلى اتاحة الفرصة لكل امريكي للعمل في وظيفة مناسبة باجر مناسب وقعت شركة ايرباس الاوروبية عقدا لشراء 100 طائرة مع ايران بقيمة 10 مليارات دولار مدير عام شركة الخطوط الجوية الايرانية اكد ان اول طائرة سيتم استلامها بعد شارع اذار مارس من عام 2017 وهي من طراز ايرباس 321 علما ان الاتفاق يشمل ثلاثة انواع من الطائرات ويأتي هذا الاعلان بعد اسبع قليلة على توقيع ايران اتفاق مشابها مع شركة بوينج الامريكية للحصول على 80 طائرة وقعت ايران وكازخستان خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك بحضور الرئيسين الايراني حسن روحاني والكازخي نور سلطان نزار بياف وتضم وثائق التعاون اتفاقيات تتعلق بالحجر الصحي للثروة الحيوانية وبالتعاون في مجال الملاحة البحرية وبحر قزوين اضافة الى عدد من مذكرات التفاهم تتعلق بتسهيل الرحلات السياحية المتبادلة وبحل الامور التجارية الثنائية بين البنك المركزي الايراني والبنك الوطني الكازخي وبالتعاون في مجال العمل والضمان الاجتماعي في لبنان تنشط حركة التصوق قبل ايام من عداء الميلاد ورأس السنة وبرغم اجواء التفاؤل بتقارب الافريقاء السياسيين الذي ادى الى انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة تبدو الحركة خجولة مقارنة بالسنوات السابقة تدني القدرة الشرائية للمواطنين وغياب السياح والسيما الخليجين منهم دفعت تجارة الى تقديم عروضات وتنزيلات بالاسعار في ذروة الموسم التنزيلات في ذروة الموسم ظاهرة غير صحية تكشف ضعف حركة البيع والشراء في الاسواق اللبنانية قبل ايام من عداء الميلاد ورأس السنة مظاهر الاحتفال بالعيد لا تغيب عن بيروت وضواحيها لكن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين دفعهم الى توفير المال لشراء ما تفرضه تقاليد هذا العيد كالهدايا والاطعمة السوق ماشي الحال بس نحنا هلأ كنا ناطرين الوزارة تتألف وصير عنا رأي جمهورية الحمد لله صار عنا رأي جمهورية وصار عنا وزارة بعتقد هلأ انه وقت بيجو السواح لعنا بيكون السوق احسن ونحنا بلا سواح البلد ما بيمشي يعني الناس عم تنطر صارت بعد شهر واحد تتفقد انه معتبرة سيل وكذا هيدا شي كمان منه منيح يعني للبلد منه منيح ابدا موضوع السيلات بنظري انا حركة السوق عدم خاصة يعني اعياد ما منه حركة اعياد ابدا المشكلة انه ما في شغل وما في حركة فاجباري تعملي سيل والمحلات كلها بتضيرب على بعضها فبنتك تشغلي المحل اجباري بتك تعملي سيل قد تحفز تنزيلات الاسعار اصحاب المدخيل المتوسطة على الانفاق غير انها تضر بمدخيل اصحاب المحل التجارية الذين يواجهون استحقاقات مالية مقبلة مع بداية العام الجديد احصاءات شركة جلوبل بلو لابنان كشفت ان انفاق السياح في لبنان يأتي بالترتيب التالي السياح من المملكة العربية السعودية استحوذوا على 14% من الانفاق السياح من الامارات العربية المتحدة استحوذوا على 13% اما السياح من مصر والاردن فاستحوذوا بالتساوي على نسبة 7% لهلأ بعد ما شفنا حدا لانا نتأمل بعرف رخيمة الرئيس ميشيل عون ورئيس سعد الحريري انو وزير السياحة شوي اشتغلنا على هالموضوع انا حسب رأيي انو تأخروا شوي لتألفت هالوزارة هاي لهم الفة من شهر شهر ونص يعني كانت عطت نتيجة على الاعياد هلأ بتتوقعنا انو الصيف يكون صيف كتير قوي ويأمل التجار استعادة ثقة المغتربين والسياح بعد تشكيل الحكومة الرديدة تشكيل الحكومة اللبنانية تأخر بالنسبة لموسم الاعياد ومن الان حتى يستعيد لبنان ثقة السياح يواجه التجار ركود الاسواق بالامل بتحسن الاوضاع ولو بعد حين اليسار كرم بيروت الميادين رأى وزير النفط الكويتية عصام المرزوقي ان الاجتماع الاستثنائي لدول اوبك المنعقد في القاهرة يأتي لمواجهة انخفاض اسعار النفط واطرح المؤتمر سبول مراقبة التزام الدول حيث نقش موضوع تأليف لجنة وزرية من دول في اوبك ومن خارجها لوضع آلية المراقبة والالتزام بتطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل اليه واكد المرزوقي اهمية الاستقرار والتنصيق وزيادة التعاون لحماية الدول النفطية هذا وانسحب رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى عبدالله من اجتماع اوبك بعد التجديد لعباس النقي امينا عاما للمنظمة ورفض المرشح الليبي عبدالله رأى ان ما حدث مخالف لاعراف المنظمة حيث جرى تجاهل اسم المرشح الليبي ولم يذكر التصويت عليه وهو ما يظهر نيات اللجنة بالتصويت لشخص بعينه تواجه الحكومة التركية صعوبة في تأمين حاجاتها من الغاز الطبيعي بعد ارتفاع الاستهلاك اليومي الى اكثر من 200 مليون متر مكعب متجاوزا المعروض بسبب ارتفاع الطلب المنزلي مع اجتداد برودة الطقس وللمساهمة في تخفيف الطلب عمدت شركة بوتس المملكة للدولة والمسؤولة عن تشغيل خطوط الانبيب الى خفض امداداتها الى محطات الكهرباء العميلة بالغاز بنسبة 90% وطلبت من شركات صناعية خفض الانتاج غير الضروري مع هذا الخبر ناتي الى ختام الاقتصادية شكرا لحسن متابعتكم المايدين دوت نت المزيد الى اللقاء موسيقى موسيقى